السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم راح اشرح لكم الـ Geo Processing Tools داخل الـ GIS اللي عبارة عن بفر او شي عندنا الـ Clip و عندنا الـ Intersect Union Merge Dissolve كل احد هذه العمليات المكانية سوي لك شغل معين في داخل الـ GIS وهي مهمة جدا في عمليات البحوث و في الـ Application اللي تحتاج الى الـ Geo Special Problem Solvy فسنجي اول شيء للـ Buffer البفر اول شيء معناته انه شلون نكون حلقات حول feature معين مثل عندنا هذه النقاط نقاط مثلنا انه نقول هذه النقاط هي نقاط خطرة فيها مثلا نوع معين من الالغام العسكرية الاقتراب من هذه المناطق تكون خطرة جدا فلهذا رح نسوي بفر حول هذه النقاط اما تكون حلقة واحدة او اكثر من حلقة حسب الغرض فالبفر فالبفر نجي لتعريف البفر تتضمن قياس المسافة من الداخل الى خارج الأبجكت تضمن قياس المسافة من الداخل الى خارج الأبجكت فالبفر 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 حول هذه النقاط لان هذه النقاط تمثل مناطق خطرة فالبفر لدينا System Toolboxes داخل System Toolboxes وعندنا Proximity وعندنا البفر هنا حلقة واحدة اكثر من حلقة وعندنا اداة اخر هذا الخطر الذي يسمى Buffer Wizard هذا من اين نجيبه؟ من Customize على Customize Mode وبعدين نذهب إلى Command وبالCommand هنا نكتب بفر عندما نكتب بفر يظهر هذه المسافات نأتي اخر واحد يظهر بفر ويزرد نسحبه الى هنا ازلح ونذهب إلى بفر نصل بفر سنقوم بفر حول هذه هذا المسافات لانه موجود هنا سنقوم بفر نضع اذا نقوم بفر ثم يجب حلقة واحدة تقوم بفر كل 500 متر ثم 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 تمرغ مسترد يحلل دعني نقول إذا صارت حدود متاخلة الحدود المتاخلة يصير أفراب هو يسوي لها ذوبان أو ملتنج أو تريد يبقى هيتشي دعني نقول مثلا تريد تتقل حدود هكذا و تسايف الفائل تسايف الفائل في منطقة في داخل الحاسبة مثلا أنا راح أسايف داخل جيو بروسسينج و نقول فنش سواء هذه الحلقة اللي هي هذي القهواء هذي راح نجي هنا أقدر أغير السيمبولوجي إلى مثلا الأحمر و نقول أوكي صارت نقاط مالتنا البفر لكل نقطة سواء حلقة 500 متر حول كل نقطة و بقت هذا بقت الحدود المتداخلة هسا هذي النقطة و هاي النقطة الداخلة و هنه هنا خلي نقول الحدود المتداخلة بقت في هذا النوع راح نسوي نوع آخر من البفرينج هسا هين نشيله نجي إلى البفر ويزرد هذي مرتلوخ نجي نقول سويلنا السايتركسي سكوري ملف الأول ناكست هالمرة نقول ادت ملتبل بفرينجس سويلنا حلقات مثل هذي كم حلقة مثلا اقول ثلاث حلقات زين المسافة بين حلقة وحلقة اقول مثلا 250 متر زين ناكست و تريد يصير الحدود تبقى هيتشي الحدود المتداخلة او تذوب اقول خلي الذوب و اجي هنا اسمي بفر اسمي بفر اسمي 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 عفوا بفرينجس زين و على شكل طبعا شايف فايل زين اسمي 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 زين اسمي السمبولوجي مالتا يحتاج انه او يعني تسوي شويه احلى هس تشوفون هنا هى الحلقات المتداخلة ما بقت صار ذوبان هس هاي الحلقة وهذه الحلقة صار بذوبان للحدود من صار من صار مالتهم نلعب بـ Symbology مالت هذا الـ Buffer حتى يصير اللون من الأحمر للأخضر الأحمر إنه نبدي من النقطة لأنه منطقة خطرة راح نرمز لها بالأحمر وتدريجيا راح يتحول الى الأخضر Symbology زين هسه راح نروح على هذا الـ Symbology من الأحمر للأخضر ونقوم بـ Apply ونقوم بـ Apply صارت الـ Buffer على شكل حلقات لو تلاحظون هنا صارت Dissolve هذا الحدود هاي الحلقة ويحدود هاي الحلقة ما بقتل لأن احنا قلنا لسويلا Dissolve للحدود هسه هذه هي منطقة الخطرة الأحمر يدل على أنه منطقة كلش خطرة وبينما تطلع من الأحمر الى الأصبار المنطقة تزول الخطر تدريجيا الى تكون منطقة الأخضر فهذه يعني كلش مهمة للتحليل الجيو سباشال المكاني للمنطقة بحيث يعني ينطفت نظرة ليهتم هاي المنطقة انه هاي المناطق مناطق خطرة وانه كل ما يقترب من اللون الأصفار الى الأحمر الخطر يزداد وبالعكس هادي هو تقدر تسوي لبعدين خلينا نقول زون تو لاير تقدر تسوي لبالأخير اللاي اوت أحلى هادي بعدين تسايف على شكل زين راح نسيف على مثلا داخل الفولدر نفسه جايز تيوتوريال الى جيو بروسينج هنا راح نسايف على بوفرينجز زين والرسوليشن 800 نطي حتى يكون كلش عالية الدقة سايف راح يسايف لنا على شكل pdf و يدقة عالية جدا 55% اكتمل تمام هسا صارت نروح الى مكان الفولدر هذا البفر pdf هذه هو المنطقة هذه هي المنطقة التي حللناها من الأحمر للأخضر هذا هو البفرينج صارت حلقات كل حلقة هي 500 متر يتعد عن بعض و سوينا ديسولب بحيث الحدود اللي تداخل وابعض ما راح تبقى هذا هو البفرينج ارجو انه استفاديت من هذه الحلقة و شكرا جزيلا مع السلامة